خلال كلمة ألقاها في ديوان قبيلة ألبو فهد بن رمادي قال رئيس تحالف السيادة الشيخ خميس الخنجر إن الطائفية والفساد والإرهاب أمراض جاءت مع الاحتلال ولم يعرفها المجتمع سابقا مشيدا بما قدمته محافظة الأنبار من تضحيات في سبيل حفظ سيادة البلاد الطائفية والفساد والإرهاب والتبعية كلها أمراض جاءت مع الاحتلال لم يعهدها المجتمع من قبل ولم نعرفها سابقا ولذلك تتشرف هذه المحافظة ورجالها بأن سجلت بأحرف من ذهب سجلت هذا الإسم الكبير في تأريخها المشرف المشرف بأنها كانت في مقدمة من دافع عن البلد وعن سيادة العراب من دافع عن البلد من دافع عن البلد